سورة الغاشية وهي عشرون وست آية مكية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية الغاشية هي القيامة من قوله يوم يغشاهم العذاب وقيل الغاشية هي النار أي تغشا وجوه الكفرة وأهل النار قال تعالى وتغشا وجوههم النار وقوله خاشعة أي ذليلة قد عراها الخزي والهوان عاملة ناصبة تصلى نارا خامية تسقى من عين آنية عاملة ناصبة هم أصحاب الصوامع من اليهود والنصارى وعبلة الأوثان والمجوس والذين يعبدون الله ببدعة من البدع والمعنى أنها خشعت لله وعملت ونصبت في أعمالها والنصب هو التعب من الصيام الدائب والتهجد الواصب ولكن هذا التعب وهذا النصب كان في غير محله ولم يجاز عليه إلا النار وذلك لأنهم لما اعتقدوا في الله ما لا يلق به فكأنهم أطاعوا ذاتا موصوفة بالصفات التي تخيلوها فهم في الحقيقة ما عبدوا الله وإنما عبدوا ذلك المتخيل الذي لا وجود له فلا تنفعهم تلك العبادة أصلا ولا ينفعهم هذا النصب وقرئ عاملة ناصبة على الشتم واعلم أنه تعالى بعد أن وصفهم بهذه الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كيفية مكانهم ومشربهم ومطعمهم في النار نعوذ بالله منها أما مكانهم فقوله تعالى تصلى نارا خامية تسقى من عين آنية ليس لهم طوام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوء تصلى نارا حامية يقال صلى بالنار يصلى أي لزمها واحترق بها تسقى من عين آنية الآن الذي قد انتهى حره من الإناء بمعنى التأخير وفي الحديث أن رجلا أخر حضور الجمعة ثم تخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آنيت وآذيت ونظير هذه الآية قوله تعالى يطوفون بينهم وبين حميم آن قال المفسرون إن حرها بلغ إلى حيث لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت فتسقى من عين آنية أي أحمي عليها وأخر في إحمائها حتى صارت شديدة السخونة وأما مطعومها فقوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع ومعناه إلا من طعام يحملهم على أن يضرعوا ويذلوا عند تناوله لما فيه من الخشونة والمرارة والحرارة قال تعالى في سورة الحقة فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين وقال هاهنا ليس لهم طعام إلا من ضريع والضريع غير الغسلين فالنار دركات فمن أهل النار من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه الغسلين ومنهم من طعامه الضريع ومنهم من شرابه الحميم ومنهم من شرابه الصديد وكل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع قال تعالى وجوه يومئذ نائمة اعلم أنه سبحانه لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بشرح أحوال المؤمنين فذكر وصف أهل الثواب ثم وصف دار الثواب أما وصف أهل الثواب فبأمرين أحدهما في ظاهرهما وهو قوله تعالى ناعمة أي ذات بهجة وحسن كقوله تعرف في وجوههم نظرة النعيم والثاني في باطنهم وهو قوله تعالى لسعيها راضية فالأول التنعم والثاني الرضا أي أنهم حمدوا سعيهم واجتهادهم في العمل لله إذ المراد أن الذي يشاهدونه من الثواب العظيم يبلغ حد الرضا حتى لا يريد أكثر منه وأما وصف دار الثواب فأعلم أن الله تعالى وصفها بأمور سبعة أحدها قوله تعالى وجوم يوميذ ناعمة لسعيها راضية ويحتمل أن يكون المراد هو العلو في الدرجات والشرف والمنقبة لا تسمع فيها لاغية فالجنة منزهة عن اللغو لأنها منزل جيران الله تعالى وإنما نالوها بالجد والحق لا باللغو والباطل وهكذا كل مجلس في الدنيا شريف مكرم فإنه يكون مبرأ عن اللغو وكلما كان أبلغ في هذا كان أكثر جلالة هذا ما أقره القفال وغيره من مفسره وقال الزجاج لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة والسناء الجميل على الله تعالى على ما رزقهم من النعيم الدائم وعن ابن عباس رضي الله عنه يقول لا تسمع فيها كذبا ولا بهتانا ولا كفرا بالله ولا شتما واللغو أيها الكرام هو كل كلام لا فائدة فيه أما الصفة استارثة للجنة فهي قوله تعالى فيها عين دانية أي فيها عين شراب جارية على وجه الأرض في غير أخدود وتجري لهم كما أرادوا فيها شرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة الصفة الرابعة قوله تعالى فيها سرور مرفوعة أي عالية في الهواء وذلك لأجل أن يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربه في الجنة من النعيم والمل الصفة الخامسة قوله تعالى وأكواب موضوعة الأكواب هي الكيزان التي لا عرى لها قال قتادة فهي دون الأباريق وفي قوله موضوعة أنها معدة لأهلها كالرجل يلتمس من الرجل شيئاً فيقول هو ها هنا موضوع بمعنى معد وجاهز لك ومن هذا أيضاً أن هذه الأكواب موضوعة على حافات العيون الجارية كلما أرادوا الشراب وجدوها مملوئة من الشراب هي جاهزة لهم على الدوام ثم إنها توضع بين أيديهم لاستحسانهم إياها بسبب كونها من ذهب أو فضة أو من جواهر ويتلذز المؤمن بالشراب منها وبمسكها وبالنظر إليها وتحتمر أيضاً لفظة موضوع على أنها محدودة في الحجم لا هي بالكبيرة ولا بالصغيرة أي أنها على قدر شربة المؤمن التي سيشربها منها فلا تزيد عن حاجة الشارب ولا تنقص وهو من قوله تعالى قدروها تقديراً وأما الصفة السادسة من صفات الجنة قال تعالى ونمارق مصفوفة والنمارق هي الوسائد ومعناه وسائد مصفوفة بعضها إلى جانب بعض أينما أراد أن يجلس جلس على واحدة واستند إلى الأخرى والصفة السابعة قوله تعالى وزرابي مبثوثة يعني مبسوطة والزرابي هي البسط التي تفرش تحت أقدامهم فهذه الزرابي مفرقة ومفروشة ومعدة للجالسين عليها قال تعالى فَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اعلم أنه تعالى لما حكم بمجيء يوم القيامة وقسم أهل القيامة إلى قسمين الأشقياء والسعداء ووصف أحوال الفريقين وعلم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكيم لا جرم أتبع ذلك بذكر هذه الدلائل فقال أفلا ينظرون إلى الإبل أفلا يتفكرون فيها أفلا يرون حكمة الصانع الحكيم فيها ألا يبحثون في مهيتها وفي خلقها أفلا ينظرون أي أفلا يتفكرون وهذا أمر بالتأمل في خلقها والبحث عن خصائصها الفريدة ثم قال تعالى وإلى السماء كيف رفعت أي رفعا بعيد المدى بلا إمساك وبغير عمد وهي دعوة للبحث في ذلك ومعرفة المزيد عن السماوات والإبل وكل ما أمر الله تعالى بالتأمل والنظر فيه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت أي كيف رسخت في الأرض فلا تميل ولا تزول وإلى الأرض كيف سطحت أي سطحا بتمهيد وتوطيد ثم قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر إعلام أنه تعالى لما بين الدلائل على صحة التوحيد والمعاد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر وتذكر الرسول إنما يكون بذكر هذه الأدلة وأمثالها والحث على النظر فيها هو التحذير من ترك هذا النظر وهذا التأمل وذلك بعث منه تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البدء بنفسه وعلى التذكر والصبر على كل عارضة معه وبيان أنه لا يذهب نفسه عليهم حصرات فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر قال صاحب الكشاف بمسيطر أي بمصلط كقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار وقوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقيل هو في لغة تميم مفتوحة الطاء على أن سيطر متعد عندهم والمعنى أنك ما أمرت إلا بالتذكير فإما أن تكون مسلطا عليهم حتى تقتلهم أو تكرههم على الإيمان فلا ثم إن جميع المفسرين قالوا إن هذه الآية من الآيات المنسوخة لأن هذه الصورة مكية ونسخت هذه الآية بآية القتال قال تعالى إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُكُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ أي فذكر إلا من تولى وكفر وعاند ووقف أمام دعوتك والثاني أنه استثناء من الضمير في عليهم والتقدير لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر وأعترض عليه بأنه عليه السلام ما كان حينئذ مأمورا بالقتال وجوابه لعل المراد أنك لا تصبر مصلطا إلا على من تولى ثم إن هذا الكافر المعاند الذي تولى كبره وحارب النبي صلى الله عليه وسلم وحارب دعوته يرد إلى ربه فيعذبه العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم ثم قال تعالى إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا قِسَابَهُمْ وهذا صلة لقوله تعالى فيعذبه العذاب الأكبر وإنما ذكر تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم حزنه على كفرهم فقال طب نفسا عليهم إن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإنما ارجعهم إلى الموعد الذي وعدناه فإن علينا حسابهم فإن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام وأن حسابهم ليس بواجب إلا عليه جل وعلا وهو الذي يحاسب على النقيرة والقطميرة إنما أنت مذكر وإنما جهادك لمن تولى كبره منهم وتولى كفره وحاربك ووقف أمام دعوتك والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم